لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا عاشوراء والزكاة الحلقة الرابعة بعنوان الزكاة والتنمية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين ورضي الله تعالى عن التابعين ومن تبعهم بإحسان سنسترسل في الكلام لنتحدث عن الزكاة ودورها في التنمية وقبل ذلك نلمح إلى أن هناك من يزعمون بأنهم مسلمون ولكنهم حتى لا يؤد الزكاة يحتالون ويخادعون فيعتبرونها كضريبة أو غرامة سلطت على أموالهم ويجهلون أن شرط الزكاة المقبولة إعطاؤها عن طيب خاطر وليس عن إكراه ولا عن ضغط فالله تعالى يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون ومن حي لهؤلاء استثمار المال في المباني والصناعات والمقاولات المختلفة ظنين أنها لا زكاة فيها ومثل هؤلاء مثل من يحاول التهربة من أداء الضريبة لكن هيهات فإن يد القانون له بالمرصاد ومن حي لهؤلاء كذلك أن الضريبة عندهم قائمة مقام الزكاة فما يدفعونه من الضريبة يخصمونه من الزكاة ومن حي لهم وضع الزكاة في غير محلها يعطيها للقاريب الذي لا يستحق أو يقدمها بين يديه كهدية تقربا وتملقا وتزلفا لنيل حضوة ما وكل هذا بعيد عن الصواب وظلم كبير لهذا الركن من أركان الإسلام فهي حيال إن انطلت عن المخلوق فإن الخالق سبحانه لا تنطلع له أبدا ولذلك ختمت الآية القرآنية المبينة للأصناف المستحقين للزكاة بقوله سبحانه والله عليم حكيم هؤلاء هم المحتالون وأما الكثرة الكاثرة فيمنعون الزكاة ويبخلون بها فلا يؤدون منها قليلا ولا كثيرا ومنهم ذو القناطر المقنطرة من الذهب والفضة والملايير المكدسة في الحسابات المصرفية وذو الكنوز والمناجم المتنوعة وذو الزرع والذرع الذين آتاهم الله من فضله فبخلوا به فأعقبهم نفاقا في قلوبهم فعطلوا مصالح الأمة وعم البلاد الفقر والفساد وانتشرت البطالة وبقي العديد من الشباب بلا زواج وتشرد الناس في دور القصدير والأكواخ وتعطلت مراكز البحث العلمي ولا تزال الأمية الأبجدية متفشية والجهل يضرب أطنابه في صفوف الأمة ونخشى أن يستوجب هذا سخط الله تعالى وعقابه فيكون سببا في الكوارث والجفاف والفساد والظلم والطغيان والأوبئة والأسقام يقول الحسن البصر رحمه الله لم أرى أشقاب ماله من الباخيل لأنه في الدنيا يهتم بجمعه وفي الآخرة يحاسب على منعه غير آمن في الدنيا من همه ولا ناج في الآخرة من إثمه عيشه في الدنيا عيش الفقراء وحسابه في الآخرة حساب الأغنياء انتهى كلام الحسن البصر رحمه الله فالتفريط في إقامة ركن الزكاة تفريط في قناة مهمة من قنوات التنمية بصفة عامة خاصة التنمية البشرية والتي تعني تنمية الإنسان والعمل على ترقيته إلى أحسن مستوى وأفضل وضع وهو ما تعنيه كلمة التسكية بمعنى تحسين وضعية الناس وتنمية قدراتهم اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وكمثال على أن الزكاة تقوم بهذا الدور نأتي بما ذكر من إحصاء لزكاة الفطر لسنة 1439 للهجرة الموافق لـ 2017 ميلادية حيث بلغ قيمتها على الصعيد الوطني واحدا وخمسين مليار سنتيم فلو وظف هذا المبلغ في مشروع الإسكان وكان ثمن الشقة السكنية الاقتصادية خمسة وعشرين مليون سنتيم فإن رقم معاملات زكاة الفطر لسنة واحدة هو عشرون ألف شقة كل شقة لعائلة تتكون من خمسة إلى ستة أفراد وهذا يعني أن إسكان جميع المواطنين الذين يعيشون الفاقة والحرمان بالمجان عن طريق الزكاة في شقق محترمة لن يتجاوز بضع سنوات هذا مثال عن زكاة الفطر التي هي صاع واحد فما بالك بزكاة الأموال والزروع والثمار والحيوانات والصناعات والتجارات وغيرها ما بالك بزكاة العمارات والفدادين الزراعية والحقول والثروات الأخرى وفي حال تنظيم الزكاة فإن ذلك يحتاج إلى إدارات قائمة تحت إشراف عدد مهم من المتصرفين الذين سماهم القرآن الكريم العاملين عليها وهذا يعني كذلك أن الزكاة ستوفر مناصب شغل قارة للمئات والآلاف تمتص البطالة وتساهم في التشغيل إن هذا والله يحملنا على الاجتهاد في الاعتناء بهذه الفاريضة التي هي من أهم وسائل تدبير مالية الأمة وإنعاش اقتصادها وإن كل من يفكر على هذا النهج القويم سيجده أثارا من آثاره وحسنة من حسناته ثابتا في سجله يوم القيامة يقول الحسن البصر رحمه الله إن يوم القيامة يوم ذو حصارات وإن من أعظم الحصارات غدا أن ترى مالك في ميزان غيرك فيا لها من حصرة لا تقال وتوبة لا تنال يا لها من حصرة لا تقال وتوبة لا تنال والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر